أسعد الله أوقاتكم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استهداف الجنود الأتراك من النظام السوري في إدلب بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لبلاده وأمهل الرئيس أردوغان النظام السوري حتى نهاية الشهر الجاري للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية قائلا أن الاتفاقات بشأن إدلب وشرق الفرات لم تعد فعالة موقف تركي جديد من الأزمة السورية الوضع ما بعد مقتل الجنود الأتراك لم يعود كما قبله بداية مرحلة جديدة إذن كما يقول أردوغان تهديد بشن عملية عسكرية لكن هذه المرة ضد قوات نظام الأسد نأمل أن تنسحب قوات النظام خلال شهر شباط إلى خلف نقاط المراقبة التركية في حال لم ينسحب النظام خلال هذه الفترة فإن تركيا سوف تجبره على فأل بالك تطور لافت اعتبره بعض المراقبين هنا تغيرا في قواعد الاشتباك على الأرض التهديد باستخدام القوة بالتأكيد هو تغيير لقواعد الاشتباك وجدنا حصل بالأمس اشتباك آخر وبالتالي اختلطت الأوراق في الداخل السوري لا ندري ما هو الرد الروسي يبدو الخلاف جليا بين أنقرة وموسكو يؤكد أردوغان أن الاتفاقيات المبرمة مع بوتين غير فعالة وأن الروسيا لم تطبق التفاهمات حول إدلب من أجل هذا بدأت ملامح مقاربة تركية مغايرة حول سوريا تقول أنقرة أن جميع الاتفاقيات حول منطقة خفض التصعيد في الشمال السوري تم نسفها بعد سقوط قتلى في صفوف الجيش التركي المواجهة مباشرة مع قوات النظام بعد الآن وبوادر ذلك أصبحت تأخذ منحا واضحا على الحدود الجنوبية للبلاد تعود صور التعزيزات العسكرية لتضغى على المشهد مرة أخرى تدفع تركيا بمزيد من العتاد والجنود استعدادا لأي مواجهة مباشرة مع قوات الأسد مواجهة إن لم يتم احتواؤها من قبل روسيا ستشكل تطورا لافتا في مسار الثورة السورية عدنان جان العربي اسطنبول ويبقى معنا مراسلنا عدنان جان أهلا بك عدنان إذن يعني بين من ومن هي المرحلة الجديدة وما عنوانها طبعا بحسب التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردغان فإن المرحلة المقبلة قد تشهد مواجهات مباشرة بين الجيش التركي من جهة وقوات النظام الأسد من جهة أخرى طبعا قبيل تلك المهجهات هناك الشرط وضعه اليوم الرئيس أردغان وقال أنه في حال لم تنسحب قوات نظام بشار الأسد من خطوط التماس أو فك الحصار عن نقاط المراقبة التركية وتنسحب إلى خلف هذه النقاط فإن الجيش التركي سوف يجبرها على فعل ذلك وقال بأن القوات البرية والجوية التركية سوف تكون على أهبة الاستعداد للمشاركة في هذه العملية العسكرية إن اقتضت الحاجة أو الضرورة لذلك لكن ربما يدخل الطرف الروسي على خط هذه المواجهة ويتم احتواء هذه الأزمة في حال تم الضغط على نظام الأسد ووقف عملياته العسكرية في الشمال السوري والانسحاب إلى خلف نقاط المراقبة التركية فقد نشهد ربما تريثا في الموقف التركي حيال شن عملية عسكرية ضد قوات نظام الأسد طبعا تصريحات أردغان اليوم هي تصريحات لا في تلاسيم أن هذا التهديد في حال حدث على الأرض سيكون الأول من نوعه منذ انطلاق الثورة السورية قبل ثمانية سنوات لم يحدث هناك أي اشتباكات مباشرة جدية بين الجيش التركي وقوات نظام الأسد لكن على ما يبدو بعد مقتل الجنود الأتراك الثمانية هناك غضب واسع في الشارع التركي غضب فيه لدى أساس الأتراك من هذا التصعيد الخطير وبالتالي تركيا ترسل مزيد من التعزيزات العسكرية إلى داخل الأراضي السورية ربما تود إرسال رسالة واضحة مفادها أن الخيار العسكري مطروح على الطاولة وبقوة الآن بعد هذا التصعيد الأخير من قبل قوات نظام الأسد وتركيا ربما سوف تبقى تلوح باستخدام ورقة القوة في حال لم يستجب الطرف الآخر للمطالب التركية إذن هو أول وأوسع اشتباك إن صح التعبير بين النظام السوري وتركيا أشكرك جزيلا الشكر من اسطنبول مراسلنا عدنا جان